الوصول إلى تقرير حضور وغياب الطلاب للفصل الافتراضي عزيزي عضو هيئة التدريس بعد انتهاء جلسة الفصل الافتراضي يمكنك نظام إدارة التعلم بلاك بورد من الوصول إلى تقرير الحضور والغياب الخاص بهذه الجلسة وذلك لتمكنك من استخراج تقرير عن الحاضرين والطلاب الغائبين عن المحاضرة ليتم رصد الغياب الخاص بهم على النظام الأكاديمي وفق ما ينظمه وللوصول إلى تقرير الغياب والحضور قم بالضغط على رابط أدوات المقرر الدراسي ومن قائمة الخيارات التي تظهر أسفله اضغط على خيار الحضور لتظهر لك صفحة حضور اليوم قم بالضغط على خيار كلي لتظهر لك صفحة بها جميع تقرير الحضور والغياب الخاصة بالطلاب حيث تظهر لك اسمه جميع الطلاب على الجانب الأيمن يليها الأعمدة الخاصة بتقرير الغياب والحضور خلال الفصل الدراسي قم بالذهاب للعمود الذي يحمل اسم جلسة الفصل الافتراضي وتاريخ نعقادها والتي ترغب في الحصول على تقرير الحضور والغياب الخاص بها لتجد أسفل هذا العمود في الخانة المقابلة لاسم كل طالب تقريرا عن حالته سواء كان حاضرا ام متأخرا ام غائبا خلال انعقاد الجلسة ولتتمكن من تحميل ملف اكسل يحتوي على الكشف الكامل للحضور والغياب قم بالضغط على خيار تصدير ليتم تحميل ملف الاكسل الى جهازك بعد الانتهاء من تحميل ملف الاكسل قم بالضغط عليه ليظهر امامك كشف كامل للحضور والغياب لكافة طلاب المسجلين في مقررك الدراسي شكرا لمتابعتكم